نظمت دائرة الموارد البشرية بالشريقة بمقر قصر الثقافة اليوم وبالتعاون مع بنك جبي الإسلامي فعالية اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية للبحثين عن عمل من الراغبين والراغبات بالانضمام إلى شركة القطاع الخاصة بحضور سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية واتحت الفرصة أمام 360 مواطنا ومواطنة من البحثين عن عمل بالإمارة من مختلف المؤهلات العلمية وهي ثانوية العامة والدبلوم والبكالاريوس للعمل في مكاتبي وأفرع بنك جبي الإسلامي ويت تنظيم هذا اليوم دعما لسياسات التوطين ولصناعة كوادر بشرية وطنية ذات مستوى أداء عال وقدرات تنفسية وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية ثقة الحكومة في قدرات المواطن الإماراتي مشجعا المتقدمين على الاجتهاد في العمل وبذل طاقتهم في خدمة هذا الوطن الغالي هذا وكان دائرة الموارد البشرية قد أعلنت عبر برنامج الخط المباشر اليوم أنها قد قامت بتوظيف 1200 مواطن ومواطنة من العام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي بدوائر وهيئات حكومة الشرقة فيما سيصل المجموع إلى 1600 وظيفة في نهاية العام الجري ترجمة نانسي قنقر